معرض صحفة الوطنية بجريدة النهار التي قالت في صفحتها الأولى الجزائر تطردو الصهاين من الاتحاد الإفريقي ذا وباءت مساعي النظام المخزن المغربي باءت ورمية إلى منحي الكائن الصهيوني تأشيرة صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي في القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية الساببة منذ السبت الماضي بالفشل بعدما تمكنت الجزائر المدعومة عدة طول عضوة في الاتحاد الإفريقي من تحقيق انتصار للأمة العربية الإسلامية والإفريقية من إقناع الأفارقة بتعليق صفة العضوية وسحبها من دولة الكائن الصهيوني التي لا طالما اعتبرتها حلما منذ عقدين من الزمن وتطالعون أيضا في الجريدة ندرة حدة لحقن لوفينوكس في الصيدليات تعرف الصيدليات والمستشفيات نقصا حادا في حقن لوفينوكس الذي اعتمد كبروتوكول علاجي للمصابين بكوفيد 19 حيث أنه يمنع تخثر الدم في الأوردة وتسبب هذا النقص في غليان وسط المرضى الذين طلبوا من الوزارة بضرورة وضع حد لتخزين هذه المادة وجاءت في الجريدة وفي صفحتها الثالثة الإطاحة بنصابين انتحل صفة ممثل رئيسا لممثل رئيسا الجمهورية وبحوزته أختام باسم الرئيس أدوة تمكنت عناصر الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا وبأشراف مباشر للعملية من طلب قائد المجموعة الإقليمية وقائد فصيلة الأبحاث من الإطاحة بنصاب خطير كان يدعي علاقته برئيس الجمهورية وبأنه يحمل منصب ممثل ومنسق رئيس الجمهورية بماطقتها الجنوب بين المواطنين والسلطات المحلية وهذا وتم حج ستة أختام مزورة منها أختام تحمل اسم رئيس الجمهورية إلى جريدة البلاد التي أقالت غيابات بالجملة وسط الأساتذات وتلميذ بسبب فيروس كورونا عدا أمس المتمدرسون إلى مقاعد الدراسة في ظل غيابات بالجملة في أوساط تلميذ والأساتذة على حد سواء بسبب إصابتهم بفيروس كورونا فيما اضطر مدراء المؤسسات التربوية إلى إعفاء المتمدرسين بسبب إصابة عائلاتهم وهو ما خلف حالة فوضة وتذبذب كبير في تسهيل أول يوم من العودة لمقاعد الدراسة إلى جريدة المساء التي قالت الأحرار وتسعة أحزاب في التركيبة الجديدة لمجلس الأمة توسعت تركيبة والتشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الأمة وفقا للنتائج المؤقتة للانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المعلن عنها بسا أمس من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي أكد أن الديمقراطية انتصرت وأن الجزائر خرجت من عنق زجاجة لتصبح عشر تشكيلات تضاف إلى كتلة الثلث الرئاسي ما قد يعزز عمل هذه المؤسسة التشريعية ويرقى أداؤها مستقبلا جريدة الحوار التي قالتها الأخرى لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بمكافحة الجماعات المتطرفة رفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد من أجل مقاربة ترتكز على مكافحة الجماعات المتطرفة والجهود الرمية إلى مكافحة تطرف من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف العنيف بالقارة الإفريقية إلى جريدة المواطن التي قالت استراد 22 ألف رأس عجل للتسمين تحضيرا لشهر رمضان المبارك ستستورد الجزائر أزيد من 20 ألف عجل تسمين مخصص لإنتاج اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان الفضيل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وتغطية السوق في هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذا النوع من اللحوم في وقت أكدت فيه فئة الموالين عجزها الكلي لتلبية الاحتياجات بسبب النقص الحظ في مادة الأعلاف المركزة الموجهة لعملية التسمين والثروة الحيوانية إلى جريدة المحور اليومية التي قالت مرسوم تنفيذي يقضي بدعم الدولة للمواد الأساسية لصنع الخبز قريبا كشف الرئيس الفيدرالية الوطنية للخبزين يوسف قلفات عن صدور مرسوم تنفيذي في الأيام المقبلة يقضي بدعم مالي من طرف الدولة لبعض المواد التي تدخل في صناعة الخبز العادي استجابة لمطالب الخبزين الذين ألحوا منذ سنوات على ضرورة مراجعة هامش الربح الذي اعتبروه ضعيفا في مهنتهم خصوصا في السنوات الأخيرة مع ارتفاع تدريجي لأسعار المواد الأولية لصناعة الخبز في حين لا يتعدى سعر الخبزة الواحدة 8.20 دينار جزائرية أنتقل وإياكم متابعين الكرام إلى المواقع الإلكترونية المحلية البداية ستكون بالنهار أونلاين التي قالت السينيغال تتوج بالكان للمرة الأولى في تاريخها انتهت مواجهة منتخب مصر أمام السينيغال في نهاء منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بتتويج السينيغال وعرف الشوط الأول من نهائي الكان تضييع النجم السينيغالي ساتيوماني لركلة جزائن في الدقيقة السادثة صدها أبو جبل ولعب نهائي الكان بالملعب الأولمبي بولبيا بالعاصمة الكاميرونية يواندي وبعد اللجوء للوقتين الإضافيين يوجد منتخب السينيغالي باللقب الأول في تاريخه بركلة ترجيح أربعة لإثنان كما خطف منتخب الكاميرون المركز الثالث بعد الفوز أمام بوركي نفاس بركلة ترجيح أيضا يوم أول أمس السبت الشعب موقع الشعب أونلاين قال أتابعت عملية الربط الطاقوي للمشاريع الاستثمارية عقد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب باجتماعا تنسيقيا لتحديد آليات التكفل العاجل بين شغالات الصناعيين والمستثمرين بخصوص جانب الربط بالكهرباء والغاز وهذا بحضور في الاجتماع وحسب بيان للوزارة وسيط الجمهورية إبراهيم ممراد ووزير الصناعة أحمد زغدار الرئيس المدير العام لمجمع صون الغاز وإطارات من وزارتي الطاقة والمناجم والصناعة ومجمع صون الغاز ويأتي هذا الاجتماع المشترك التنسيقي لمواصلة الجهود الرامية لإحصاء دقيق ودراسة جميع الحالات العالقة وغير الموصلة بالطاقة في المناطق الصناعية للمستثمرين وكذا مناطق النشاطات وهذا تطبيقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية لخلق حركية وديناميكية اقتصادية جديدة في القطع إلى المواقع العالمية الآن والبداية ستكون بالجزيرة نت وقبل لقاء الرئيس الروسي ماكرون يتحدث مع بايدن وواشطن تتوقع غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا وترسل قوات إلى بولندا ووصلت إلى مطار مدينة ياشونكا البولندية طائرة عسكرية أمريكية تقل جنودا وأليات عسكرية وسط توقعات استخباراتية أمريكية بغزو روسي وشيك لأوكرانيا في حين تحدث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن قبل توجهه إلى موسكو الاثنين اليوم وبحسب وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون فإن هذه القوات لن تشارك في أي عمليات قتالية على أراضي أوكرانيا في حال اندلاعها لكن ستعزز دفاع الدول الأعضاء في حلف جمال الأطلسي الناتو شرقي أوروبا أتقل إلى بي بي سي عربية التي قالت أزمة تونس مجلس والقضاء الأعلى لن يلتزم الصمت على قرار الرئيس بحله وقال سعيد في بيان صدر في وقت متاخر من مساء سبت إن على المجلس أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي وذلك دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل ورفض المجلس قرار الرئيس والمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ووصف أن وصف المجلس في بيان ناصمي الأحد قرارات الرئيس بأنها إهدار مفاجئ لكافة ضمنات تقول استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستوري والمواثيق والمعادات الدولية المصادقة عليها كما رفض المجلس اتهامات الرئيس له بالتقصير مواضحا إنه ليس وحده المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها إلى سكاي نيوز عربية التي قالت ناقوس خطر للعالم أوميكرون يفرز أربع سلالات جديدة أعلنت منظمة وصحة العالمية أنها رصدت أربعة سلالات فرعية من المتحور لفيروس كورونا أوميكرون وأكيدا أنه من السبق لأوانه إعلان النصر على الجاحعة وذكرت صحة العالمية بحسب ما أورده موقع ديزيريت الإخبار الأمريكي أنه تراقب سلالات بيئة واحد بيئة اثنين وبيئة ثلاثة وكلها تقع تحت مظلة المتحور أوميكرون وأضفت أنها تتابع أيضا أربع سلالات فرعية لأوميكرون بما في ذلك المتحور بيئة اثنين الذي رصد في نحو خمسون دولة في العالم وتعرف هذه السلالات بسرعة تفشيها بدرجة أكبر من تلك التي يعرفها أو يعرف بها أوميكرون لكن ما من دليل حتى الآن أنه يحدث إصابات خطيرة روسيا اليوم قالت أستراليا تفتح حدودها أمام السياح الأجانب لأول مرة منذ سنتين أعلنت أستراليا أنها ستفتح حدودها أمام المواطنين الأجانب بداية من 21 فيفريا الجاري شرط أن يكونوا قد تلقوا التطعيم كاملا ضد فيروس كورونا وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الحدود لجميع حملية تأشيرات بداية من 21 فيفريا الجاري وأكد أن ذلك سيكون مشروطا بإثبات تلقي جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا كما شدد موريسون على أن القيود الصحية والتدبير الحدودية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في تطبيق على جميع الوافدين إلى أوستورالكا إلى هنا امتبعين الكرام نصلوا أياكم إلى اختام معرض الصحافة الوطنية والدولية